هنروح لخبرنا الأول في النصف الأول من حلقتنا ومنتخب كرة اليد واللي أنهى يعني مشاركته في الدوري الذهبي واللي طبعاً اتلعبت في الدنمارك هذه البطولة اللي كان بيشارك فيها ثلاث فرق يعني كبار على مستوى العالم والحقيقة منتخب مصر أدى في هذه البطولة بشكل رائح ونتائجه تتحدث عنه خلينا نتكلم عن نتائج المنتخب في مشاركته في الدوري الذهبي يمكن أول مباراة فاز على منتخب النرويج بنتيجة 28-23 دي المباراة الأخيرة المباراة الأخيرة كان الفوز على منتخب النرويج وكانت مباراة صعبة جداً الحقيقة ومنتخب النرويج على العنيد يمكن ده فوز تاريخي لمنتخب مصر على النرويج أما أنا مافتكرش الحقيقة خلال فترتي وممتبعتي لكرة اليد بعد ما طبعاً تألقت من التسعينات أو من أول الألفينات مافتكرش أنه منتخب مصر استطاع أنه يفوز على منتخب النرويج في أي مرحلة من المراحل ولكن النهاردة منتخب مصر بفوز فارق خمس أهداف على النرويج بفارق طبعاً كبير طبعاً المتشطة اللي كانت قبل كده كان مع هولندا في افتتاحية البطولة بالنسبة لمنتخب مصر وفوزنا 30-28 وبعد كده خسرنا قدام الدنوارك 34-31 طبعاً منتخب مصر أدى بشكل كويس وخصوصاً طبعاً سوداسي منتخب مصر من النادي الأهلي أدوا أداء جيد جداً طيب من السوداسي اللي مشارك مع منتخب مصر؟ إبراهيم من مصر عبد الرحمن فيصل أحمد عادل محسر رمضان أحمد الشام سيسا أحمد خيري وطبعاً علي زيناء أكيد لعب النادي الأهلي احنا بقول اللعيبة اللي موجودين دلوقتي في قائمة النادي الأهلي ولكن هناك يعني اتنين لعيبة من قائمة المحترفين طبعاً ولاد النادي الأهلي أو يمكن ثلاثة كمان المنتخب يستعد بطول الكأس الأمم الأفريقية رقم 26 وهتطلع في القاهرة في الفترة من 17-27 يناير وزا ما حضركم عارفين بيتأهل منهم مجموعة لكأس العالم أو بطولة العالم التالية على طول فإذا دي مؤهلة لبطولة عالمية طبعاً ده اللوجو بتاع البطولة أو يعني تميمة البطولة وهي طبعاً على شكل الفرعوني اللي بيميز أكيد طبعاً بطولاتنا اللي دائماً أبداً بتكون قاسم مشترك هو الستايل أو الزي الفرعوني طيب مجموعة منتخب مصر هتكون إيه في بطولة أفريقيا زي ما حداكم شايفين غينيا الكاميرون الكونو برازافيل المتوقع علينا وتوقع أن احنا إن شاء الله كله فوز هنقابل بس تونس وهي المباراة اللي هتبقى أكثر صعوبة شوية بس إن شاء الله بالمستوى اللي أنا شايفه ده لا إحنا نكسب بكل سهولة وبكل أريحية مين بيقود المنتخب؟ بيقود المنتخب خوان كارلوس باستور المدير الفني الأسباني وزا ما حضراتكم عارفين مدرسة الأسبانية مشت بشكل كويس مع مصر خاصات النادي الأهلي يعني عندنا التلات كوتشات في النادي الأهلي أسبان سلة طيرا يد أسبان منتخب مصر أسباني لكرة اليد يعني المدرسة الأسبانية بتمشي كويس جدا مع مصر يمكن تشابه النمط الجسماني تشابه الفكر احنا كلنا دول البحر قابل متوسط فهتلاقي فيه يعني بناتشاطق نفس البحر فهتلاقي نفس الطباعة احنا إيطاليا أسبانيا فرنسا هتلاقي شمال أفريقيا كله فبتلاقي العادات والتقاليد قريبة فبتلاقي أي مدير فني بييجي ما بيتعبش غير لما تجيب حد مثلا من كوب أمريكا يجيب حد من أمريكا لا بتبقى الدنيا بتاخد وقت لغاية ما يخش وبتدي يفهم الدنيا ماشية ازاي